اذا كنت جاهزين عاملين ايه معاكم مايوار فيديو النهاردة هيكون عن طريقة لفة طرحتي انا كنت عاملة فيديو قبل كده وهو تصراحة يعني الفيديو كان حلو وهو تقريبا من اعلى الفيديوهات المجاهدة عامدي على القناة بس ما كانتش عجباني الكواليتي خالص كان اول ما بدأت خالص من ثلاث سنين تقريبا ما كانتش عجباني الكواليتي بتاعت الفيديو خالص فقلت اعمل فيديو تاني بعد ما زبطت بقى فقلت اعمل فيديو تاني وفي نفس الوقت اوريكم ايه الحاجات اللي انا الاول كنت بعملها وما بقيتش عملها دلوقتي والحاجات اللي انا بقيت عملها يعني وبقيت اريح يعني في منحيس الطرحة وكده فتابع معي الفيديو الاخر وما تنسيش تعملي لايك وانت فعلي علامة الجرس وتعملي سبسكرايب وبس يلا بينا علاقة بصوا اول حاجة انا بلبس باندانا اللي هي السندس العادية وبالبسها كده الورا وبعملها بدأ بمس الاول انا كنت بعمل ايه كنت بجيب باندانا صندس ثانية وبالبسها بوشي كده القدام واجيب ثانية اوشي تحرك وعارفين الاسكتشات دي كنت بقطع الحتة البلاستيك دي اطحها حتة كده مستطيلة واحطها ادهب كده علشان توقف البندانا من فوق لكي اضطها طرحة بس الموضوع ده كان بيديني قوي هنا وكان بيطلع لي حضوب وكان بيبقى فيه محيس ان هرا مخنوقة الوهم ما اعجبنيش فلاقيت عند محلات الترح اللي هي البندانات اللي هي فيها الحتة البلاستيك دي هي قريزي فيها حتة بلاستيك فجبتها وعجبتني بس لقيت ان هي فيها بونين من ورا فالبونين كان بيخليها تترفع لفوق فانا ما كنتش حبه وكان بيخليها مدورة كده وانا ما كنتش عايزها مدورة انا عايزها تباني ان هي لحد ما واخدها شكل هرر كده شوية فرحت مسكة البندانات ثانية كده وعجبت البونينة وخليتها كده مفتوحة كده بس هي شكلها مش احسن حاجة في الكوكب بس على قلم ريحي وجدت كده كده ان هي تحت الطرحة فمش باينة بس فباخدها وبلبسها كده ما بحبش البوس ده فبقام لها عكس بس اضبطها كده وقوم رفعها الورق بس 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 وبعد كده بأخذ الطرحة بتاعتي بس 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 وعلى الطرف الطرف البندانة نضع الطرف فوقها ولا أقصر منها ولا أطول منها لكي يكون الشكل مضبوط وبعد ذلك سنقوم بذلك هذا الذي أتحدث عنه لكي لا يكون هناك ألوان مختلفة ولكن ، وسنتفعلها اللفة التي مزيتها قبلها كثيرا تجعلها منها تجعلها محبطة ويجعلها داخلها وبنوان وتفريدها كده علشان ما تكلكعش زي ما انا ما كنت عاملها في اول الفيديو ممكن ان انت كمان تلف فيها يعني مسلا تخلي الطرف ده طويل كده شوية كده ودقوني وفضة ده وعملها كده ودقوني جايبها كده وكمان اللفة دي بتليه اكتر في الشلان بصي تعمليها لوس كده بصوه بتدي شكل حلو قوي وفي نفس الوقت انت مش مخنوقة انت مش مخنوقة والطرحة مريحكي وكده وفي نفس الحركات التي انا بعملها دي بطبقها برده بنفس الخطوات بنفس لفة الطرحة في الشلات اللي هي الكبيرة وبس يمانات دي كانت طريقة لفة حجابي ودي طرق الحجاب يعني اللي انا بلفها لو عجبك الفيديو لا تنسيش تعملي لايك وتسبيلي كومنت برأيك وتفعلي علامة الجرس وتعملي اشتراك لو انت لسه مشتركتيش وبس روي وال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة